معي؟ يلا، تصبح على خير شهد؟ تعالي يا عيوزاكي فوت يو قادي؟ حاضر عرفت إن عيزة طلع بيدك النهاردة أوه، حصل النهاردة أبروك لا يفارك فيك شكلك مبسوطة هو رجل زين والله بلك أنت بعد اللي حصل لو واحد تاني كان راح ما عودش هو زين إن شاء الله تتجوز وتتهني أنا بس عايزة أقول لك كلمتين هو في إيه؟ هو أنا أملت حاجة دقيقتك مني؟ لا والله خالص أنا بس عايزة أقول لك الكلام اللي كريمة كانت حتقولهولك لو كانت موجودة شوف يا حبيبتي الست عمود البيت وبينك وبين راجلك ربنا اتقي ربنا فيه وإياك يتدودنك للناس الناس ما عندها شغل كتر الكلام وخراب البيوت وأوعي ترفع يحسك عليه يزعل يتجهر ولو تجهر منك هدور على غيرك تشبر قلبه فاهمه؟ ولو بعد سيبي شوية وشو فيه يجتيه زعلان تكلمي معاه وشو فيه ماله ورجعيه بالموضة والرحمة فاهمه؟ لي بتقوليلي الكلام بالموضة؟ عشان البيت الكبير مواجهش إلا لما كل واحد فينا شاف العفش اللي في التاني ولا شافش الحلو سمعاني يا شات؟ كيش دعوة باللي فات؟ بصي قدامك وأنا موجودة لو عايزة أي حاجة قوليلي أه دي آه امسك يا شهد حلوة فاتحتك ربنا يخليك المجابرات يا سلام يا سلام اللي ما عملتيها مع شمس دي لو عرفت هتهد الدنيا شمس ما تعملش كده دي طيبة وغلبانة هاتش هشوف كده يا شهد الله يسلم زوجك امرة تعمل تسلم يا حبيبتي عارفة انا كنت عاوزة عامل ليلة كبيرة لشهد بس انا عارفة ان هي بتحب الراس بقى كده بتقري فتحتك مجر ما تقولي والله العزمة هاعد هالك بسم الله الرحمن الرحيم طب كنتو كلمتو حسن كان المفروض يبقى موجود معاكو في يوم زي ده مرة وان فضل اتسل بيه بس التليفونه مقفول يا رتال نعمل ايه نيعيني اتهدتي يا اختي وتبطتي جبتي الوضع لما لا وشه نصحة يا بيت انت مش هتغيري عاد لا يا مرة عمي مش هتغير انا هوريكي رتال بقى تعالي براحة عليها ده عروسة براحة ومالو افرح ربنا يحفظكم ويسعدكم ويجبر خطرنا فيكم يا رب افرحة 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 مالك يا مرة عمي حسن انت تابعين لا لا رايجة وزي الفل الحمد لله لو مش قادرت علي نرجع تاني تقول ايه انا جاي شوفهم كتوحاشتها افرحة ماما ماما يا حبيبتي يا زهانة يا رب تكوني بخير يا ماما الحمد لله شكلك تعبين شاهدة قالتلي ما تقولي لماما ما تقلقش خالص هي هتعمل كل حاجة جبري كريم زك يا حبيبتي توحاشتك وانا كمان تعالي 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 انت بيتك ومتراحك اها تقولي علي يا ولية بعد الشر يا حبيبتي فت فت قليلي اخبارك يا ابو عملا ايه الحمد لله نحمد الله علي ليجي استهل الحمد شاهدة قالتلي ان الجلسة الجاية دي اهم نوبة وهي الحمد لله متطمنة خلي على الله يا كبرية انا مسلمة امر لله ولي عوز ربنا هيكون وراضي بحكمه يا أختي عايز اقولك حكا يا كبرية انا مسامحاك يا أختي على القديم والجديد وعلى اي حكا تعمليها وما فيش في قلبي نحيتك نقطة صودة ولا نحية اي مخلوق خلق ربنا وكل يوم التاني بيعجي عليها هنا بعتب نفسي هو الندم وحش بس بقوله يا ريتني لك كنت طلبت فلوس ولا ورس كنت عايزة العيلة واللمة الحلوة الحمد لله إن شاء الله خير وأقولك على حاجة يا أختي إياك تخافي أبداً إحنا كلنا حواليك وجارك وأنا وبنات والولاد والله للنهار ندعيلك وإن شاء الله إن شاء الله أبعن الله كل يوم التانيك ده أنا حفوت عليك أتطمن عليك هنا وعلى إيه كل يوم التاني ومش ورا رايحة جاية خليك قاعدة معايا تسليني وأسليني يا وليا يا وليا يا جابريا جابريا كريمة كان لازم يبقى فيه موقف كان لازم يبقى فيه دعم لأ اللي أنا فيه ده بيخلي مروني يتأكد إن أنا ضعيف وإنه عنده القدرة إنه تقطى أي حاجة لو كان عايز يعملها تقصد إن أهل البيت الكبير تأكدوا إن أنت ضعيف للأسف محدش قدر يحقق أي حاجة من اللي إحنا عايزينها محدش فاهم البيت الكبير ده كان هو مشكلتنا في البلد اللي هو فيها تعرف ليه؟ لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوا أهله وناسه وكانوا بيسمعوا كلام عبد الجواد الكبير كل كبيرة وصغيرة طبعا وكانوا بيرجعوا له دايما في أي حاجة قبل ما يعملوها ويتأكدوا إن كانت صحة أو غلط لكن عبد الجواد رفض إنه يتعامل معنا وطبعا ده أخرنا كتير عبد الحكيم بقى كان حاكم زمام أمور البلد كويس قوي لأن الناس كلها كانت بتحبه وكانت ماشي وراء حاولنا طبعا نهد قوته ونضعفه لكن فشلنا وكان صعب جدا مع عبد الحكيم لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوه وهو كان بيحترم جدا حبهم ليه لحد ما جات الفرصة وأهل البيت الكبير بدأوا كلهم يأكلوا بعض وطبعا لما أهل البيت الكبير يأكلوا بعض يبقى مهم جدا إنه يبقى في حد موجود يشعل النار ينفخ فيها وانت تأكدت إن البيت الكبير لما تضربه بتجيله من بره بيقوا أكتر اشتركوا في القناة